لا شيء يزدهر هنا سوى هذه المخيمات الكثيرة والمقتضة بألاف الأسر التي فقدت مساكنها في البلاد نتيجة حرب الميليشيا مخيمات يقول ساكنها إنها تفتقد لأبسط مقومات الحياة حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ما جعل معاناتهم تتضاعف في ظل تجاهل للوضع الذي يعيشون مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قال إن أسرا يمانية اضطرت للعيش في الكهوف بسبب الحرب المتفاقمة في البلاد مؤكدا أن نحو ثلاثة ملايين مواطن باتوا يعانون النزوح في ظل الافتقار لمرافق إيواء أساسية في وقت تفتقد فيه أكثر من ثمانية وسبعين في المائة من الأسر للأمن الغذائي ومع كل يوم تتسع فيه الحرب تزيد معها أعداد القتلى والجرحة حيث قالت منظمة الصحة العالمية لنحو خمسين ألف شخص أصيبوا نتيجة الحرب الأمر الذي دفعها إلى مضاعفة جهودها لمجابهة ذلك المنظمة أكدت أنها تدعم حاليا نحو خمسة عشر فريقا جراحيا موزعين على إحدى عشرة محافظة قاموا بإجراء نحو تسعة ألاف وخمسمائة عملية جراحية لمصابي الحرب في البلاد تتساعد وأوجع السكان هنا وتتسع معها معاناتهم في وقت تضيق فيه تحركات الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في إيجاد حل المشكلة التي تتفاقم كل يوم ترجمة نانسي قنقر